معنى الخير مش هنقدر نفهمه بحقه حقيقي غير لما نشوف المعايين الخامسة دولة في الأعمال اللي احنا بنعملها الخير لازم يبقى مناسب واحد بيعمل خير بس مش مناسب للناس يبقى مش هو خير الخير لازم يبقى مناسب لللي انت بتقدمونه لازم يبقى في فعالية مش اي حاجة بتعمله وخلاص مش اي حاجة بترميه وخلاص لازم كمان يكون في فعالية والخير لازم يكون في واقعية يعني وقعية يعني واحد بيقولك أنا أعمل خير فأجيب للناس كاجو وهما مش لقيين نعيش حاف ده مش وقعية نجيب للناس المواد الأساسية اللي عندهم عشان نبقى ناس إن أهل الخير لأن في بعض الناس بيحبوا الخير يبقى شوه لا الخير يبقى فعلا خير لما تقدم للناس شيء متعلق بواقعه تعالوا نشوف درجة كمان الخير بيبقى خير لما تعتبر الأولوية عند اللي أنت بتقدم له الخير ده وكمان الخير بيبقى خير كمان أولوية عند اللي أنت بتقدم له الأولوية عندك كمان الحاجة التانية الخير بيبقى خير لما يحصل فيه استمرارية يبقى الخير مش لازم يكون ما تراه أنت خيرا ويمكن علشان كده بعضنا مش بيشوف الخير لأننا بنكون مش قادرين نفصل ما بين طموحنا وأحلامنا من جهة وما بين تدبير الله لنا